إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم علنت مؤسسة أسايشي إقليم كردستان إلقاء القبض على مهرب كبير للإتجار بالبشر يعرف باسم العقرب وذكرت المؤسسة في بيان أن القوات الأمنية وبناء على تبادل معلومات استخبارية وبطلب من الشرطة الدولية لإنتربول وبأمر من القاضي تم إلقاء القبض على المهرب المعروف بالعقرب واعتقل وسلم أصوليا إلى الجهات المعنية وأضافت أن المتهم ألقي القبض عليه بمجب المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 2012 وما زالت التحقيقات مستمرة مشيرا إلى أن المتهم قام بإرسال عشرة آلاف شخص إلى أوروبا من السليمانية